النهاردة توقعت تافيتش سوليوشنز المؤسسة البحثية التابعة لوكالة تافيتش العالمية للتصنيفات الاقتمانية أن الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري بيسجن نموه بيصل لـ 5.7% خلال العام المالي الجاري صعوداً من 5.6% في 2018-2019 وقالت المؤسسة البحثية في تقرير لها أن قرارات البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بتدعم زيادة استثمارات القطاع الخاص وأن تراجع التضخم وخفض أسعار الفائدة سوف يساعدان أيضاً في زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية وتوقعت أن يواصل المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2020 وهو ما سيخفض من تكاليف الاقتراض للشركات المحلية ترجمة نانسي قنقر